السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ متابعي قناة الأستاذ لايف أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الذي سنشرح من خلاله درس توازن جسم خاضع لقوتين لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثالثة إعداد ذنب اللغة الفرنسية إكيلي بردان كورسومي أدو فورس إذن إذا كنت أول مرة تشاهد قناة الأستاذ لايف أدعوك للاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس وصر بجديد فيديوهاتنا كما لا تنسى زيارة موقعنا على الانترنت لتحميل المزيد من درس وتمارين وامتحانات وكذلك يمكنك التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ لايف بنفس الاسم طبيعة الحال إذن سوف نبدأ هذا الدرس من خلال وضعية المشكلة التالية إذن أثناء لعبة جرر الحبل جرر الحبل لم يتمكن فريق عالي من التغلب على فريق نور لماذا؟ إذن مثلا هذا فريق عالي وهذا فريق نور هذه هي لعبة جرر الحبل بحيث يكون هنا واحد الخط إلا هذه الحلقة أو العقدة تجاوزت فهذا الفريق هو الذي يفوز وإلا حدث العكس فهذا الفريق هو الذي يفوز ولكن في هذه الحالة هذه اللي طرحنا لم يتمكن أي فريق من الفوز فما هو السبب أو لماذا؟ إذن أنا طرحت هذه المشكلة دائما على تلاميدي فكانت الأجوبة أنه عندهم نفس القوة أنهم عندهم نفس الجهد إلى آخره إلى آخره إذن سوف نكتشف من خلال درس توازن جسم القوتين ما هو حل هذه المشكلة فيزيائيا بمعنى لماذا لم يتمكن فريق علي من تغلب على فريق نور يعني ما هو الجواب الصحيح إذن بداية سوف نتعرف على بعض الأمثلة لجسم صلب في حالة توازن وهو خاضع لقوتين فقط نلاحظ بعض الأمثلة مثل الأول نتكلم عن هذا الصندوق هذه رافعة معروفة تستعمل في مجالة البناء إلى آخره إلى آخره وهذا الجسم معلق بسلك في هذه الرافعة إذن ما هي القوة التي يختع لها هذا الجسم أول شيء دائما يجب أن لا ننسى القوة المطبقة من طرف الأرض دائما موجودة يعني ما تنسوها شحاولوا دائما عندما نقوم بجرة القوة نبدأوا بها إذن هي القوة الأولى ثم القوة المطبقة من طرف السلك على الجسم من طبيعات الحل الأولى السلك أو إذا قمنا بقطع السلك ستسقط العلبة إذن هنا يتضحوا دور السلك لأنه يمنعها من السقط وكذلك تسقط العلبة نتيجة لتأثير الأرض إذن هذه هي الطريقة المتبعة لتحديد القوة إذن هذا الجسم هو في توازن بمعنى في سكون خاضع لقوتين رأينا في الدرس الماضية بأن القوة لها مفعولين أو التأثير الميكانيكا أو إما مفعول تحريكي أو مفعول سكوني فهذه المرة تلاحظون بأنها عندها مفعول سكوني على هذا الجسم نلاحظ مثال آخر هذا الجسم هو نفس الجسم موضوع فوق سطح طاولة أو سطح الأرض إلى أخيره وأننا نعتبر بأنها طاولة إذن الجسم كما قلنا سابقا بأنه دائما يخضع على الأرض لتأثير الأرض أو ما يسمى الجاذيبية جاذيبية الأرض أو ما نسميه وزن الجسم أو وزن الصندوق بالضبط ثم تأثير السطح لأن لو لا هذا السطح لا سقط الجسم نعتبر بأن هذه هي طاولة لو لا هذه الطاولة لا سقط الجسم على الأرض بطبيعة الحال واضح؟ إذن كذلك هذا الجسم هذا هو في هذه الحالة الأولى والحالة الثلاثة هو في توازن يعني في حالة سكون وهو خاضع لقوتين فقط إذن هنا يمكننا الطرح السؤال ما هي شروط توازن جسم وهو خاضع لقوتين بمعنى واش أي جسم خاضع لقوتين غادي يكون في توازن ولا هناك شروط معينة يجب أن تتوفر في القوتين التي يخضع لها هذا الجسم إذن هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس يعني شروط توازن جسم وهو جسم صلب وهو خاضع لقوتين إذن شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين لكي نتعرف على شروط توازن جسم خاضع لقوتين يجب أننا نجيز تجريبة من طبيعة الحال وهو أننا ندرس جسم وهو خاضع لقوتين ونرى ما هي الشروط المتوفرة في القوتين نشاط جريبي إذن نعلق حلقة خفيفة في دينامو مترين أو دينامو متران حلقة خفيفة حلقة يعني خفيفة تكون من البلاستيك أو من الحديد إلى آخرين المهم أنها تكون خفيفة على الشرط هذا يعني تكون كتلتها صغيرة جدا بطبيعة الحال سنتعرف لماذا إذن هذه هي تجريبة هنا لا أعرف إن تظهر لكم الحلقة وهذا دينامو مترين هنا دينامو مترين دينامو متر واحد والدينامو متر جوش ما هي القوى المطبقة على هذه الحلقة؟ أول شيء سنقوم به في دراستنا لهذا النشاط تجريبي هو تحديد القوى المطبقة على هذه الحلقة دراست القوى المطبقة على الحلقة إذن الحلقة كما قلت أولا دائما نبدأ بتأثير الأرض الحلقة خاضعة لتأثير الأرض إذا نريد أن نعرف وجود تأثير الأرض نقطع الخيطين دينامو مترين فستسقط نتيجة لتأثير الأرض أو ما يسمى بجاذبية الأرض أو ما يسمى بوزن الحلقة ربما علمكم في الدرس السابق للقوى أنه يسمى وزن الحلقة هذا الدرس سيتم التطرق له بعد توزن ج eldest بخضعة لقوتي ثم دينامو متر واحد يؤثر على الحلقة إذا قطعنا هذا الخيط هنا ما زي يتبع بشكل؟ سيتهبط هذه الحلقة وتأتي هنا سيكون هنا هذه دينامو متر في حلقة أصبحت ال000 رقم واحد الله يؤثر على الحلقة أو ي activeness chair ثم دينامو متر نفس يمكن أن يطبع قوة على الحلقة إذا قطعنا هذا الخيطTH ما زي يقعا لهذه الحلقة؟ سيبدأ هنا تبقى هابطة هكذا إذن لاحظنا بأن هذه الحلقة خاضعة لثلاث قيوة إذن نمشي ونذكر هذه القيوة دائما نبدأ بحدي الجسم المدروس في الحقيقة تحديد القيوة المطبقة على الحلقة إذن القوة المطبقة من طرف الأرض على الحلقة من طبيعة الحالة تصنيفها هي دائما قوة عن بعد موزعة قوة القيوة عن بعد دائما تكون موزعة نرمز لها بP دائما هذه القوة نرمز لها بP سنرى ذلك في الدرس المقبل قوة المطبقة من طرف الدينامومتر واحد على الحلقة يبدأ من طبيعة الحال هي قوة تماث مموضعة هاي هنا يا بوع بالخيط للأسف لا يكتبانش مزيان ولكن سنرى في الشكل المقبل واضح إذن هي قوة تماث مموضعة إن تماث عبارة عن نقطة فنرمز لها بF الدينامومتر واحد على لوكوغ أم لا الحلقة اسمناها C لوكوغ هذا غير ترميز هذا فقط الدينامومتر واحد على الحلقة قوة رقم ثلاثة القوة المطبقة من طرف الدينامومتر جوج على الحلقة كذلك هي قوة تماث مموضعة إذن نرى الرمز لها هي F ولكن الدينامومتر جوج على لوكوغ أو الحلقة إذن هذه هي دائما عند تحديد في الميكانيك أو في هذا الجسم من مادة الفيزياء والكيمياء دائما نحدد الجسم المدروس تحديد القوة المطبقة تصنيفها إلى قوة عن بعد قوة التماس طبيعة الحل ونحدد الرموز رموز القوة يرمز للقوة بحرف كبير ومتجهة فوقه سهم لي متجهة إذن لحظة جيدة شروط توازن جسم خاضع لقوتين ولكن في الدراسة لنا هذه التجربة لقنا بأنها خاضع لثلاث قوة يعني أن هذه التجربة لا تصلح لنا سوف نبعد الهدف إذن كيف سنجعله أن هذه التجربة تكون فعلا في الهدف بحيث أننا نريد أن ندرسه جسم صلب في حالة توازن وهو خاضع فقط لقوتين دائما في طبيعة الحال سوف نبقي في دراسة القوة المطبقة على الحلقة ملحوظة مهمة جدا الحلقة خفيفة وبالتالي شدات القوة المطبقة عليها من طرف الارض ضعيفة مقابل شدة القوتين ف دينامومتر الحلقة وف واحد دينامومتر واحد بالمعنى القوة المطبقة من طرف الارض تؤثرها ضعيفة لذلك نهملها لا نحسبها لأنها ضعيفة مثلا تقول مثلا واحد عنده مليار وفي المقابل يعني ربعة ريال أو ربعة دورو شنو المعنى ديالها لا شيء ممكن همالها أمام هذا الرقم الكبير جدا واضح؟ هذا هي الطريقة إذن وبالتالي نهمل القوة المطبقة من طرف الأرض وتصبح الحلقة في حالة توازن وهي خاضعة للقوتين في الدينامومتر جج على الحلقة وفي الدينامومتر دينامومتر واحد على الحلقة يعني جعلنا بأن هذا النشط التجريبي يكون في الدراسة ديالنا بحيث اختارنا واحد الحلقة التي هي خفيفة لماذا؟ لكي نهمل القوة المطبقة من طرف الأرض ويصبح الجسم خاضع لقوتين فقط لو أننا اخذنا جسم التقيل سيكون هذا الوضع الذي سنرى في الشكل سيكون واضحة بأن تأثير الأرض ويكون الجسم خاضع لثلاث قوة وهذه سترى في السنة المقبلة في الجدع المشترك العلمي بطبيعات واضح؟ إذن فهمنا كيف اختصرنا المشكلة وجعلنا أن الحلقة تخضع لقوتين هي قوة الدينامومترين الدينامومتر جوج والدينامومتر واحد وذلك بإهمال القوة المطبقة من طرف الأرض لماذا؟ لأن شدتها ضعيفة إذن نتائج تجريبة هذا الشكل المبسط للتجريبة التي قمنا بها يعني تأليق حلقة كما تلاحظون في الدينامومترين الدينامومتر واحد والدينامومتر جوج وهنا الحامل لتثبيت الدينامومترين وهذا شكل آخر من الدينامومترات لأن هناك عدة أنواع من الدينامومترات كان هذا وكان الدينامومتر الذي رأينا على شكل قرص إذن الآن سوف نحدد مميزات كل القوة يعني القوة المطبقة من طرف الدينامومتر واحد والقوة المطبقة من طرف الدينامومتر جوج إذن القوة الأولى هي القوة المطبقة من طرف الدينامومتر واحد على الحلقة القوة الثانية هي قوة المطبقة من طرف الدينامومتر جوج على الحلقة المميزات مميزات القوتين نعرف بأن القوة لها 4 مميزات إذن نقطة تأثير ثم خط التأثير ثم المنحة ثم الشدة ممتاز إذن من خلال الشكل دينامو متر واحد في تمس مع الحلقة في نقطة A إذن هذه هي نقطة تأثير لأن هذه القوة هي قوة تمس مموضعة إذن هذه هي نقطة تأثير تأثير هي قوة جوج أو القوة دينامو متر جوج على الحلقة دينامو متر جوج في تمس مع الحلقة في نقطة B إذن يؤثر على الحلقة في النقطة B تمس مموضع إذن نقطة B خط التأثير نبدأ بالقوة الأولى خط التأثير يجسده الخيط في هذه الحالة يعني هو الحامل الخيط هامل الخيط الصي إذن هو هذا المستقيم الأفقي الصي المستقيم الصي ممكن نقوله كذلك المستقيم الأفقي الصي ليس ضروري أن نجربه بحيث تكون أفقية لحالة دينامومترين يكون بهذا الشكل أفقي يمكن أن يكون مائل يمكن أن يكون الشكل مائل ولكن ليس مشكلة نفس النتائج سوف نحصل عليها قوة دجوج على دينامومتر إذن هو حامل الخيط بيدي هو المستقيم الذي يحمل الخيط بيدي أو القطعة بيدي إذن المستقيم بيدي المنحة في دينامومتر واحد يجر نحو اليمين يعني من أ نحو الصي أو من أ نحو اليمين من أ نحو الصي ثم دينامومتر جوج من بي نحو الدي أو بي نحو اليسار شدة نلاحظ إذن هذه الإشارة التي يشير لها الدينامومتر ماذا تأني؟ الحقيقة ضروري يشيرها لها الأساسية في الدرس السابق هي أن القوة المطبقة من طرف دينامومتر على الحلقة و كذلك القوة المطبقة من طرف الحلقة على الد وأثنان OSS الدينمي كوrados يجمع المكHera كذلك فاق سтории connected to the Ell, وكذلك ف favorites. والنسبة ليس كذلك. لأننا ندرسه غير قوى المطبقة على الحلقة من جسم المدروسنا هو الحلقة إذن فجوج تساوي 4 نيوتون إذن ماذا نلاحظ بمقارنتنا لهذه النتائج؟ نلاحظ بأنه واضح بأن الشدة هي نفس الشدة لهاتين القوتين نفس الشدة بخصوص المنحة نلاحظ بأن المنحين متعاكساً هذا من A إلى اليمين وآخر من B إلى اليسار نلاحظ بأن المنحين متعاكساً بخصوص الخط التأثير نلاحظ بأن هذه المستقيمين منطبقين مستقيم أصل المستقيم BD هم نفس المستقيمين ومنطبقين ماذا نقول بأن القوتين FD1 على C وFD2 على C نفس خط التأثير ومنحين متعاكساً ونفس الشدة إذن هذا ما سنكتبه في الاستنتاج استنتاج إذن استنتاج للقوتين للقوتين FD1 على الحلقة وFD2 على الحلقة وFD1 على الحلقة نفس خط التأثير بمعنى أن المستقيمين C وBD كما رأينا منطبقين نفس المستقيم من حيان متعاكساً ونفس الشدة وهي F0.4 نيوتون الشدة بدون متجهة إذن الآن تمثيل القوى المطبقة على الحلقة سوف نقوم بتمثيل القوى المطبقة على الحلقة ثم عاد نكتب الخلاصة بما أننا قمنا بدراسة القوى إلى آخرين سوف نمثيل القوى ومبعد ندروا الخلاصة للقوتين طبيعات الحال كما سبق وعشرنا إلى ذلك نفس خط التأثير سيهمنا هذا في تمثيل إذن عندما نريد تمثيل القوى يجب أن نحتاج إلى سلم بحيث أن الشدة نحويلها إلى طول أو مسافة بالسنتيمتر إذن السلم الذي سنستعمل هو جوجة نيوتون تمثيله بواحد سنتيمتر يعني ربعة نيوتون سيأتي ربعة نيوتون سيأتي ربعة نيوتون شكرا نتفعل العلاقة التالية نضع هنا 4 نيوتون نتفعل حساب نحن نخرج وإذا مرحبت نضع نتفعل 4 نيوتون ونجي هنا وندير الحساب هاي بحلها هدي ما كيناش اكس ممكن تساوي اكس هادي في هادي على هادي واحد في ربعة على على جوج تساوي بحل يبغي تكون ربعة على جوج ليا جوج هادي هادي من هنا بالنيوتون هادي من هنا بالسنتيمتر هادي من هنا بالسنتيمتر دائمال في العلاقة التولاتية هادو اللي من هنا بالنفط الوحدة إذان هادي الطريقة كنا نحسبها ن Understand إذا كل القوة من هتين القوتين سوف تموتوا بمتجها طولها طولها جوج سنتيمتر وبخصوص المميزات الأخرى أصل المتجهة هو نقطة التأثير منحة المتجهة هو منحة القوة يعني المنحة المتجهة للقوة هو منحة القوة نفسه طول المتجهة نحسبناها هي تناسب والطيرادة مع شدة القوة حسب السلم الذي اختريناه هو هذا فحسبناها ديج نرى الشكل الشكل هو هذا يعني باختصار سوف نرسم أول شيء خط التأثير أول شيء نفعله هو نرسم خط التأثير هذا هو خط التأثير هو نفس خط التأثير نعيد هو نفس خط التأثير وحامل القطعتين أصيب بسي يعني هو نفس المستقيم الآن سوف نرسم متجهة مثلا المتجهة القوة دينامومتر هذا هو دينامومتر كندن 1 وهذا الدينامومتر جوج الأصل القوة دينامومتر 1 هو A إذن هكذا ستكون تمثيل لها 10 سنتيمتر هذا هو هذه القوة عفواً هذا هو الدينامومتر جوج لذلك الدينامومتر جوج على الحلقة هي هذه 10 سنتيمتر منطلقة من نقطة تأثير A وفي المنحة اللي كنا نذكرنا من A نحو الصي في هذه المنحة نشوفوا القوة الأخرى من بين نحو اليسار تحلط طول لها 10 سنتيمتر بطبيعة الحال هذه هي القوة FD1 على C إذن هذا هو التمثيل هذا هو السبب بأن الحلقة في توازن لأن القوتين لهما من طبيعة الحال للقوتين نفس الشدة من حيان متعاكسان ونفس خط تأثير واضح؟ إذن الآن نكتب الخلاصة لنا نعمل على جميع الأجسام التي تكون في حالة توازن وهي خاضعة لقوتين إذن الآن كخلاصة لهذا النشاط تجريبي أو تعميم للنتائج التي حصلنا عليها أو ما يسمى بقانون التوازن أو مبدأ توازن جسم خاضع لقوتين لقوتين إذن عندما يكون جسم صلب في توازن وهو خاضع لقوتين قوتين F1 و F9 فإن لهاتين القوتين نفس خط تأثير منحيان متعاكسان ونكتب F1 متجهة تساوي ناقص المتجهة F9 يمكننا كتابتها على الشكل التالي بطبيعة الحال فقط ناقص F9 نحولها للطرف الآخر إذن ستجعلنا F1 متجهة F1 زائد هذه التقلب الإشارة سواء اللي زائد إذن زائد المتجهة F9 وتساوي المتجهة المعادي هذة الكتابة أو هذة الكتابة صحيح 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 نفس الكتابة بطبيعة الحال وأخيرا نفس الشدة وضح إذن هذا يسمى قانون توازن جسم خاضع لقوتين أو مبدأ التوازن إذن غيك عندي يقولوا لي في التمرين بأن الجسم خاضع لقوتين وفعل التوازن صافي مباشرة ونطبق نفس خط تأثير منحيان متعاكسان ونفس الشدة هل إذا تحققت هذا الشرط في القوتين المطبقتين على جسم هل سيكون في توازن يعني العكس فلا يمكن أن يكون في توازن ويقدر كله فلذلك اللي سنطلب منكم تطبقه هو أنه لا تعطيكم الجسم في حالة توازن سوف يطبق بأن رأى هذه الشرط متوفرة طبيعة الحال سنرى تطبيقاته في الفيديوهات القادمة لكي لا يطول هذا الفيديو حقيقة أن لدي التطبيق انتظروا في الفيديو القادم تطبيق لتوازن جسم خاضع لقوتين وأخيرا إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس ستوصل بجديد فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته